هذا البرنامج برعاية إبر كافية أسعد الله وقاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتقبل الله مننا ومنكم صالحات الأعمال اليوم راح نتكلم شوي عن موضوع غريب ألا وهو تفسير الأحلام والكتاب المشهور والعالم المشهور في تفسير الأحلام محمد بن سيرين ذلك العالم الجليل الذي نصب إليه الكثير من المؤلفات والتفسيرات في مجال الأحلام وهو للأسف بريء منها كفراءة الذب من دم يوسف بن يعقوب عليهم السلام التابع محمد بن سيرين ولد في خلافة عثمان بن عطان رضي الله عنه وتوفي في العام 110 الهجرة في أيام الدولة الأموية وهذا يخليني أطرح سؤال غريب علي وعليكم وعلى الكثير من الناس الحين رجل توفه الله قبل 1330 سنة من الآن كيف كان يفسر للسيارات للطيارات للقطارات العديد من الاختراعات اللي موجدناها حاليا أو وجدت حاليا خلال المئة عام الماضية يعني على الأقل نخلي يكون عندنا شوية عقل ما معقول أنك تفتح كتاب وتحصل لنا متأليف محمد بن سيرين وللأسف ورغم تأكيدات الكثير من الباحثين أن هذا الكتاب لا يمت لابن سيرين بصلة لا يزال البعض يتربح من خلال بيع هذا الوهم وهذا الكتاب ونسبه زورا وبهتانا لابن سيرين من المختصر المفيد قبل لا تسلم عقلك لموقع أو شخص يدعي تفسير الأحلام وينسبها زورا وبهتانا لابن سيرين فكر بعقلك السلام الله الجميع طابت أوقاتكم شكرا للمشاهدة